الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا هناك سائل فأنا أستمع إليك سيدي نعم سيدي وعلكم السلام ورحمة الله وبركاته بخير الحمد لله مرحبا بك سيدي آمين نعم سيدي الشيخ أنا عندي واحد سؤال منتع الوالدة كنت طرح عليكم بعد السابع ماضي عندي الوالدة كانت صغيرة في وقت الثورة الوالدة كانت مريضة لا الوالدة كانت صغيرة آه صغيرة نعم وفي مرحلة الثورة طالب عقمتين وكانت الثورة وكان المجاهدين يجوا عن جدي بالوالدة لأب تاع الوالدة نعم يجوا عندها عندها حشاق قانع كلب اه وهذا كنت كما نقوله كيه جايين عندها الجنود يبقى ينبح كما نقوله يا بوح عليهم بالزارة اه جدا تاعي بعث الوالدة قالها قتليه كما نقوله احنا قالها يبيعني الفرنسا لغا بفرنسا يفوت الطريق لجامس كما نقوله احنا كمين فرنسا فمال عذكر يعني امارها بقتل الكلب اكرمكم الله حفاظا على المجاهدين حفاظا على المجاهدين مجاهدين بارك الله وفي هذاك القانع عرف داتها بعدت على الدات واحد الوالد وقبلك بالحاجرات حزمتها على كما نقوله صجرة ولا وقبلك بالحاجرات تاك ثلاثة قول لي وعليه ما طلقاته اوش في الغابة يعني يوحى على سبيله يعني عدد مرات كما نقوله الدواء بعدوه يهوده يعاودي ولي يعاودي ولي لك البلطة يلقوه صحا اذا كما نقوله نفسك دائما يجي في المكر الدار يولي قال هذا انك قتله قال لك وانك ولي يجيبوا لي فرنسا يقتلوني والله اذا كانت نيتو ان يقتل الكلب اكرمكم الله حفاظا على المجاهدين فلا اثمه عليه فلا اثمه عليه وهي لا اثمه عليها ولكن وعلاه ما رحش هو قتله هو رجل يعني طفلة صغيرة تكلفها رح يقتله كلب تبلي شوية صعيبة المسألة هذه ولكن هذا كل وقت كانوا خايفين فرنسا ولما يجوا المجاهدين يجوا في السر والكلب يبدأ ينبح ولما ينبح يتنبه الفرنسيين ربما ولباك فرنسيين لما يجوا يقتلوا الدسرة كلها بارك الله فيك يعني الطائرات انت حم تتحرك الجلود يتحركوا فيقتلون الناس اذا كان حماية للمجاهدين وللقرية ولأرواح العباد ان نقتل هذا الكلب جائزة قتله ولا اثم عليها وهي مأجورة عند الله شكرا سيدي بارك الله فيك الشيخ الله يحظك وسلم لي على رجالة وعلى ناس الامسان بارك الله فيك الله يحظك شكرا شكرا آمين إن شاء الله يعني إذا كان عندنا محصول كما يتصلوا بعض الفلاحين تاع الجبال تاع بلاد قبائل تاع بجاية تانيك عندهم محصول في الجبال أباك البخصيص ونحن نسموه الكرموس وما يقولوا أظن البخصيص وعندهم شوادة الشوادة الشوادة يأكل لهم المحصول يأكل لهم المحصول يقول ل الرجل لو يخدم على الشادي هو مسكين ويسنى هذا المحصول تاعه باش يبيع يوكل روحه ومرته وولاده يخلص الكهربة يصرف على حياته وإذا الشوادة يأكله لهم القرود يأكله لهم المحصول يقول لي هذا كالتاع بتاع العام كله أو يخدم على الشوادة شاهدت كيف هنا يجوز قتل الحيوان حماية للإنسان لمصالح الإنسان يجوز قتله وإنما اختلف العلماء كيف يقتل بعض العلماء يقول لك لا يقتلوا بالنار يعني لا يحرق بعضهم يقول يجوز بالبارود للمكحلة لأنه أسهل أنواع القتل يعني أفضل من يتذبحوا ولا تحرقوا ولا إذن كانوا كائن المجاهدين يجوز للقرية هذه في تلمسان في الليل بالتخبياء باش يتعشوا كائن كلب أكرمكم الله يبدأ ينبح يبدأ ينبح لما ينبح يفطن للناس البياعين الحركة فرنسا يعني يقدر يوصل الخبار للاستعمار الفرنسي والاستعمار الفرنسي هو أخبث ما ابتلت به البشرية لما يجي وما يقتلوش غير المجاهدين أنساء رجال يتعدوا على الحرومات الأطفال يدمروا القرية ما لا هذا الشيخ كلف هذه الطفلة قال لها أقتل هذا الكلب حماية للقرية وللمجاهدين لا إثم عليك ولا شيء عليك بقيت مسألة واحدة وشنو هي كما قلت لك إذا كنا قادرين نتخلص منه بدون قتل إذا كنا قادرين نتخلص منه بدون قتل قال لك كانوا يبعدوه يروحوا يبعدوه بعيد عن القرية يعاودي ولي ملا إذا درتوا جهد باش تبعدوه عن القرية وباش ما تقتلوه ولكن لم يكن هناك حل إلا أن يقتل فلا إثم عليكم إذا نعم سيدي هناك اتصال نعم سيدي أنا أستمع إليك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته والله بخير والحمد لله الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين شيخ عندي سؤال عندك نعم سيدي الله يصدرك شيخ نحن كل حال نخاف من ربي على كل حال الحمد لله الحمد لله نعم سيدي وإن شاء الله أربي أفر من أبراك آمين يا رب شيخ شوف أنا مرت كنت مريض مريض ومريض ومزاف وليس نجري نداوي نداوي نجري بارتو نجري بارتو ومعجل الله غالب كما يقولون الضرزة دعلي وين يقولون لكين الطالب وين كين الشيخ وين كين راقي وين كين أي واحد وأنا كنت فلاش وطايح ومرغط علي كبير الله غالب ما قدرتش راح تقع عند الراقية عند الطالب وين كين وين وين عارش أنا قاعد طالب هذا حتى وجدت معرف ومعد ولي تخرت من ربي ختم من ربي شوالكية راح تومنا أغلطت ومننا قلت ماكش كفارة ولا كيفاش كفارة لين الله تخط ربي ولكن أين الخطأ الطالب الطالب هو الذي يقرأ القرآن ويعالج الناس يقرأ بصح الغاشي هبلونا يا شيخ كاين وين تروح عنده واحد أنا طالب كاين وبعد يقول لك واحدة هذاك موش أعود هذاك مقول له هبلونا وليت ختم من ربي قلت ثم من داوش قاعة خلينا أبغى نموت أنا أقعد أقعد في الاتصال معي واسمعني شوف يا سيدي أولا أنت أشوف هل أمرك بمحرم هل تسمعوني هل هل تسمعوني هذا الذي رحت له هل أمرك بمحرم ولا لا لا إذا أمرك أن تسجد لصانم أو أمرك أن تشرب الخمر أو أن تذبح لغير الله هنا عرفنا بلي دجال ولو يسمعوني رحو طالب أما إذا ما أمرك بمحرم لم يأمرك بحاجة محرمة فيجوز العلاج عنده لا إذمع عليك أنت يا جاوبني هذا الناس اللي رحت لهم قل لي هذا الناس اللي رحت لهم هل أمرك بمحرمين لا لا أنا أنا الحق عنده يقرأ لي سورة البقرة يقرأ لي آية ما لا ما لا وعلا من أي شيء أنت توب أنت ما عصيتش ربي هبنوا ألغى شوية يقول لك هذا طالب 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 يطلب القرآن ويطلب رضا الله حاجة مليحة وش درت أنت رحت عنده إنسان صالح قرأ عليك سورة البقرة وملكي وحدي قرأ عليك سورة البقرة تروح التوب تستغفر يعني جعلوا جعلوا طاعة الله معصية وهذه مصيبة خطر يقول لك هذا الطالب لازم رقي شرعي لما رحسد واحد رقي بالله يا وخليك من الأسماء يا وخلينا من الأسماء العبرة بالمسميات بالمضمون أنا ما يهمني إسمه طالب أو اسمه راقي ما يهمني إسم يهمني الأفعال الأفعال أو كين رقات كين راقي ودجال وزنديق وفاسق أنا زادوا مرضوك يعني زادوا مرضوك زادوا مرضوك لا 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 سيدي أنا نعم وأين وأين الشرك يا سيدي وراه الشرك 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 وأن تعبد غير الله أن تعتقد التأثير لغير الله أن تركع وتسجد لغير الله انتهي وراه الشرك رحت عند شيء قرأ لك صورة البقرة هذا ما كان وهذا الشرك هذا شيء خلان كمل لك رحت عندي واحد أعطاني ومبعد قرأني قرأني صورة البقرة صورة تنم صورة ياتي قرأني 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 وبعد مع الأخير أعطاني وكتب لي واحد الورقة قال لي ما عليش ها قديرها في الماو وشرب قال لي قرآن ها أوليك وبعدها رجعت له لا لا يجوز ولا شيء عليك وهذا كان يفعله الصحابة وسيدنا عبد الله بن عمر كان يكتب القرآن ويعلق لأولاده وابناته ما ركتب الله وفكر أنا بريت 90% شيف أنا بريت 90% الحمد لله الشيطان ما روش حب اكتباه هو اللي راح جابهم وسولك أنا بريت 90% شيف الحمد لله الحمد لله تخوف من الله لا شيء لا شيء قضية حاجة أخرى المرضى عبد شفريت وعلي قل لي من أين أنت سيدي من جزائي العاصمة من العاصمة أنا أعطيك القاعدة أنت تبع القاعدة خليك من كلام الناس تبع العلم قال العلماء كيف نعرف دجال من واحد راقي شرعي مشي بالآسم زي ما هو اسمه راقي لا لا قال لك إن أمرك بمحرمين فهو دجال إن لم يأمرك بمحرم هذا راقي أنت يا ركت تقول لي روحت اليوم قرأوا عليك القرآن الكريم أعلم ولا كتب لك قرآن وقال لك الشرب يعني المسألة كلها تدور حول العلاج بالقرآن صحيح خلاص أنت لم تعصي الله وراك عندك الأجر وتشفى بإذن الله وهذا وقال جزاهم الله خير سواء واسمه طالب ولا واسمه راقي ولا ما عندوش آسم قاع وإنما يقرع عليك القرآن فتشفى هذه حاجة مشروعة ولا إثما عليك الله يحفظك سيدي شكرا الله يعمر ضارك وعيدك مبارك وأيامك تتبارك شوف الراجل المسكين راح يعالج دب دبوه بالفتاوى دب دبوه كيف يفتح الواحد طالب بالنسبة لي هم الجهل هذا كلمة طالب تطلق على الدرويش زعمال الجاهل الذي يطف بالقبور أو الذي يقدس القبور هكذا اعتقاد باطل داره عند الناس الطالب عندنا هو طالب علم عليه السماوية طالب لأنه يطلب العلم هذا هو الطالب الطالب الذي يطلب العلم يروح عنده إنسان يقرأ عليه القرآن وشك سنة يدله يقرأ عليه القرآن فإذا قرأ عليه القرآن يشفى وقال لك رجل تسعين في المئة شوفية والحمد لله جاء ودب دبوه بالفتاوى كيف فارته عن طالب ما تحش عند راقي بالنسبة لهم الأسماء هي الصح يا ولو يسمي روحوا راقي إذا كان دجال يختلي بالنساء ويصافح النساء ويأمر بالمحرمات والنجاسات ويسجد لغير الله ويتعامل مع الجن ويستعمل السحر والسحرة هذا لا ينفعه كيكون واسمه راقي ما ينفعوش واسمه راقي لا ينفعه لا ينفعه كما إنسان واسمه مسلم يقول عليه مسلم يكذب يسرق يزور يعني يدير المحرمات واش ينفعه كلمة مسلم يعني أنت في بلك يوم القيامة أخلاص الملك يسيبك مسلم يعطيك للجنة يا ولالا أين الفعل والطرق أين أين تحريم المحرمات وأين تحليل الحلال كانوا عندنا مسؤولين كنا نسمعوهم مسؤولين مسؤولين أنا يقول لك مسؤولين كبار نسمعوهم كين ننصحوهم ولا العلماء ينصحوهم والدعاة ينصحوهم واش يقولوا يقولك ما نسحقوش ليعلمونا الإسلام كلمة خاطئة ما نسحقوش ليعلمنا الإسلام لا لا يا أخوي احنا نسحقو ليعلمنا الإسلام والله نسحقو ليعلمنا الإسلام لكن الكبر انت حم والجهل انت حم يجوا في التلفاز يقول احنا ما نسحقوش ليعطينا دروس في الإسلام عليها ما تسحقش نسحقو أعطونا دروس في الإسلام وعلمونا الإسلام ما نعرفوش لا زال الرجل عالما فإذا ظنّا أنه عالم فقد جهل فإذا ظنّا أنه عالم فقد جهل وحنا يا البدعة والشرك لا زال التمارس إلى اليوم جهار النهار ولا أحد يتدخل سيما يقول لك أنا زايد في جنفي البرج التاعي هو العتروس ويأمن به ذاك العتروس كي يخرج الصباح أول حاجة يديرها يروح يقرى البرج التاعي والبرج التاعي يسهزى به يقوله احذر احذر الثعابين تحيط بك سيأتيك خبر سيئ ويأتيك جزائري ما يجيش خبر سيئ كاين هم بعد يوصل الخدماء كاش ما ينقصو له في الشهر يأمن آه العتروسة وعلى حق والله يدخل داره جهو ويقع تعصرنا القاز آه جاني خبر سيئ فهمت كيف يعني كل إنسان معرض ليأتيه خبر سيئ يأمن بالأبراج أنا أدعو وزارة الإعلام إلى إلغاء هذه الأبراج والله عمر داركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته